احنا اليوم الاثنين سبعطاش ابريل الفين وثلاث وعشرين اه يوم قبل القرار دي والموعد دي الاضراب العام اللي دعت لي كونفيدر الديمقراطية للشغل في الوظيفة العمومية هاد القرار هذا اللي كيجي تنفيذ القرارات اخدها المجلس الوطني اللي هو البرلمان دي النقبة المجلس الوطني اللي كونفيدر الديمقراطية للشغل اللي كان منعقد اه او اللي نعقد في احداش يناير الفين وثلاث وعشرين واللي اخدها واحد مجموعة دي الخطوات سنفدنا من المخطوة اولى وهدي الخطوة الثانية الخطوة الاولى كانت هي هي الخطوة دي المسيرات اه استجاجية اه يوم اه تسعتاش فبراير من من هاد السنة هدي وهد المسيرة هدي لي وجهت بالمنع في جميع هي مسيرات اقليمية وجهت في جميع اقليم المغرب اه وتحولت الى واقفات احتجاجية في النقطة دي انطلاق دي لها في جميع الاقليم اه بعد هذه الخطوة دي كان كيف ما كهو مبرمج كينا اليوم الخطوة الثانية هي الاضراب في الوظيفة العمومية ومازال مازال جاي في البرنامج دينا المسيرة الاحتجاجية الوطنية اذا فضل اطار هدا اذا اه غدا الثلاثاء اثمانتاش اه ابريل غدي يكون هناك اه 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 ما واقفات احتجاجية امام العملات دي جميع العملات دي المغرب هاد الا الاهمية دي هذه حركة هدي وهاد الاحتجاج هادا اه هو انه اولا اه 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 خلفية دير وهي اه اولا غدي ليكون هناك ادراف بالوظيفة العمومية وغدي يكون مسحوب بهذه الوقفات امام العملات. كنعود نستطر على الوقوف امام العملات جميع العملات في المغرب قد يكون امامها وقفة احتجاجية ديال الشغيلة ديال شغيلة الكمفيدراليا واساساً شغيلة الوظيفة العمومية اللي هو مفوضة ديال ديال الاضراب عام في المغرب. الاضراب طبعاً الحل هدل وكذلك المسيرات السابقة والمسيرة الوطنية المقبلة هدل هد البرنامج الاحتجاجي السبب ديالو الخلفية الحقيقية والعمق السبب ديال ديالو هو الوضع المعيشي المتدهور ديال عموم الشغيلة وعموم الاجراء وعموم الجماهير الشعبية. التحد مخافي عليه وانه احنا رجعنا اللورد الوضعية ديالنا الدهورات ووضعية ديال المعيشة ديال ديال المغربات دهورات وبحث شكل كبير بسبب الغلاء ديال المعيشة بسبب التدخم بسبب السياسات العمومية الهوجاء ديال ديال الحكومة اللي وصلتنا لانه تزد في جميع المواد الاساسية اللي كتستهلك جميع الخدمات وبحث شكل غير مسبوقة على الاطلاق ما عمر في التاريخ ديال البلدنا ما عمرنا وصلنا انه اللوبيا الخضرات واللي كانت سهل 37 سبا خمسة وتلاتين درام سبعمائة درام ما عمرنا وصلنا لها حتى وصلنا لها الان وقس على ذلك يكفي نوقفو عند المحروقات ونقولو بان الغلاء ديال ديال المحروقات اللي هي بدورك تسبب غلاء ديال كل الخدمات وكل السلاح اللي كتنقل ولكتنقل وكل السلاح تتحتاج للنقل فيكفي نوقفو على هالغلاء ديال المحروقات اللي كما قلنا دائما أنها المحرك الأساسي في الاقتصاد وفي المجال التجارة وفي مجال الصناعة وفي مجال الخدمات هذه الغلاء المحروقات والنتيجة المباشرة هي الغلاء المعيشة والعواز لأضحاء الذين يعيشون فيهن بغربة خصوصا في ظروف بحالة سياق رمضان وغيره كونفيدرال الديموقراطي الشورك تعتبر أن تحملت مسؤوليتها في هذه المرحلة تحملت مسؤوليتها في هذه السياق ولعلها النقابة الوحيدة التي خرجها اليوم في الميدان لدعاة المسيرات الاحتجاجية تقمعات هذه المسيرات ومنعات في المغرب كله دعاة الكونفيدرالية اليوم الإضراء بعام في الوظيفة المهمية ومصحوب بوقفة أمام العملات وما زال في الجعبة لنا أننا سننظمون مسيرة وطنية هذه النقابة واحدة التي تقاوم اليوم هذه المفارقة العجيبة التي نعيشه كاملين هي أنه الجميع يحتاج جميع غضبان في المواقع التواصل في المواقع الفعلي في المواقع العمل ولكن ليس الجميع خارج يحتاج ليس الجميع ينزل ويلب الدعوات لأنه ينزل الاحتجاج لذلك نحن كان هذه فرصة نوفرها للشغيلة لأجراء المغربة للمغربة كاملين كل المتضررين أنه يدعموا هذه الخطوة الحتجاجية للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يدعموا هذه الصوت الممانع الذي يسميه للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في البلاد ويحضروا بكتافة في الإدراءة ويحضروا كاملين في الوقفات الحتجاجية التي ستكون أمام العملات بالنسبة للعملات المحمدية الوقفة الحتجاجية ستنطلق ابتداء من 11 صباحا تحياتي